موسيقى 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 مشاهدين نحييكم من جديد وما زال معكم الأستاذ حمدي قنديل أستاذ حمدي يعني خليني أعود أيضا إلى بعض ما جاء في المذاكرات الشخصية وفي السيرة الذاتية طيب هل تعتذر عن الاعتذار؟ يعني الأستاذ حمدي قنديل اعتذر عن الحوارات التي أجريتها مع أعضاء وقادة الإخوان في السجون في الستينيات وهذه الحوارات كانت مهمة للغاية حتى كانت يعني من الخبطات الإعلامية اعتذرت عنها ربما هل مغازلة الإخوان؟ وهل بعد ما حدث من الإخوان تعتذر عن الاعتذار؟ ومشاهد هل تعتقدش المسألة كثيرة؟ لا أنا لما اعتذرت عن هذه الحوارات ما كانش لي أي علاقة بالسياسة على الإطلاق أنا كنت وقتها بشتغل في اليونيسكو ومدير لإدارة الإعلام هناك فما كانش في بالي إطلاقا ولا كنت محتكب بعالم السياسة على الإطلاق إنما اعتذرت وقتها ولا أزال أعتدر عن ذلك كمهني كصحفي وأعلام ليه؟ ليه؟ لأن أنا مع اقتناعي التام إنه دول كانوا تأمروا على البلد في ذلك الوقت سنة 1965 إنما أنا رحت أسجل معهم وهم في السجن الحربي كنت كانوا هما مقيدين بالسلاسل أو مسجونين في الزنزانات طبعا كانوا بيجابوهم لي في الأوضاء لأنا فيها من غير سلاسل ولا زنزانات وأنا كنت مطلق اليدين وكنت بأمثل السلطة لأنني بأمثل الإعلام الوحيد ما كانش فيه إعلام غير إعلام الدولة وقتها كنت بأشتغل في تلفزيون مصري فكنت أنا وأنا مطلق اليدين بكلم أسير أكلم حتى لو كان هذا السجين يعني أخطأ فيه وأجرم في مصلحة البلد أنا بشوفها كأعلامي وكصحفي حتى وقتنا هذا إنه كان خطأ إن أنا أقوم بهذا الدور فأنا اعتذرت عنه في ذلك الوقت لو كانوا هما ما يستهلوش هذا الاعتذار كما تبين ليه معلش ده شيء بيني وبين نفسي ده شيء احتراما لمهنتي والتقاليد مهنتي فأنا لا أزال عند هذا الاعتذار حتى اليوم مهما يعني مهما قالوا في الكتائب الإلكترونية بتاع الشاطر كل يوم يعني عندك إن أنا كنت بقول لهم لا ما تجيبوا ليش جيبوا لي واحد يقول اعترافات صريحة وقمت ضربت واحد بألمين عشان ما تكلمش صح يعني شيء لا يوصدق شيء خارج يعني إذا كان عندك أنت أخلاق الاعتذار بهذا الشكل فهل يمكن ما فيش حاجة اسمها أخلاق على الجانب الآخر شيء تتعجب له لو كنت بتتعقب رسائلهم الإلكترونية ده شيء لا ينم عن دين ولا عن أخلاق ولا عن تربية ولا عن شيء من هذا القبيل على الإطلاق طيب إنما أنا برضو لست نادما أني احترمت تقاليد مهنتي طيب بس بمناسبة ده يعني أنت حددك شايف أنت تكون رؤية واضحة ومنذ قديم الزمان عن الإخوان كما أكدت في كتابك لا عهد لهم فضلا عن أنه أنا مثلك اعتقدت في يوم من الأيام أن الإخوان تغيروا وأن أخوان اليوم يختلفون عن إخوان الأمس وأن فكرة اللجوء للعنف والسلاح لم تعد موجودة عند إخوان اليوم وحتى العمل السري لم يعد موجودا وأنه كل ده انتهى يعني والإخوان اليوم اختلفوا لكن يعني أنت على يقين دائما ومكون رؤية عن أن الإخوان لا عهد لهم وأنهم لن يتغيروا لكنك تخيلت في الأيام الأخيرة أنهم يمكن أن يتغيروا الأيام ما بعد صورة 25 ناية اللي كان فيه يعني حالة تواصل أملت كان عندي أمل أنهم يتغيروا كان عندي أمل أنهم يدركوا أن حواليهم دلوقتي قوة سياسية أخرى لها وزنها ويجب أن يستجيبوا إلى طلباتها ولما يستجيبوا إلى طلباتها ويعلنوا بذلك أنفسهم حالتزموا ممكن احتمال قائم أنهم يلتزموا احتمال بسيط ولا كبير مش عارف إنما احتمال قائم على أي حال طيب حب أسأل حدك تاني عن الإخوان فيما يتعلق بالوضع الحالي والإرهاب المسلع لكن كمان يعني أنا أعود لبعض المحطات في الكتاب قال لك صفة شريف وزير الإعلام الأسبق أنت الوحيد اللي بتقول على مبارك الرئيس ما بتقولش سيادة الرئيس ما مغزى ذلك أنا كنت طبعا بتصور طول الوقت أنه برنامج مختلف عن برامج أخرى كثيرة بتتكلم في السياسة من حيث أنه بخاطب الناس مباشرتان أو كنت بأعتقد أن أنا الأقرب إلى الناس وبكلمهم بلغتهم بتكلم بلغة ليست العمية ولا الفصحة وسيطة بين العمية والفصحة لغة الصحافة يعني وكنت بأعبر عما في أنفسهم فلذلك كنت بأتكلم بشكل طيب لما تيجي تكلم الناس في البيت لما تكونوا قاعدين في البيت أنا وإنت بنقاعدين في البيت في مكان ما وبنتكلم عن الرئيس بنقول سيادة الرئيس قال لا رئيس رئيس بتقول للقاعد معاك سيادة الرئيس قال ولا بتقول للرئيس أنا بكلم بأخاطب الناس على طول فقال لي سيادة الرئيس طبعا وضحك ضحكة مجلجلة على أي حال يعني معرفش إذا كان الرئيس نفسه مبارك وقتها كان مستأمن كده ولا لا إنما على أي حال صفت شريف قال لي هذه الملحوظة هو مبارك كان بيستأ أنا متأكد من دي لأنه قالها كذا مرة إن أنا كنت بقول على الإسرائيليين السفلة فاترجاني صفت شريف أكتر من مرة إنه إنه بلاش أكرر التعبير ده هو تعبير السفلة عن الإسرائيليين صحيح قللت من استخدامي لهذا التعبير إنما ما توقفتش على استخدامي لهذا التعبير إطلاقا قللت منه فقط طب إلى حد إنه حتى العقيد الليبي معمر قزافي روايت ذلك في كتابك إنه خدك كده في جنب وقالك أنت بتهاجم مبارك ليه هل حدث ذلك من منطلق شخصي عند العقيد الليبي أو تعتقد أنه الرئيس مبارك أو الرئيس الأسبق مبارك هو الذي قال له جنب أنا أعتقد أنه يمكن كانوا تكلموا مرة يعني محتمل أنا عارف أنه فيه أنهم تكلموا في الموضوع يعني طلب مبارك إيقافي ده كان قبل آخر حلقة قلتها في القناة الليبية بعد ما سيبت دبي فدي مؤكدة إنه مبارك كلم القزافي قبل كده ما عرفش إذا كان كلموا قبل كده أو لا إنه مع احتمال واحتمال كبير من وجهة نظري إنه يكون مبارك كلمه ويعني أخذ عليه إزاي فتح لي الباب في قناة اسمها الليبية إن أنا أنتقده فهو يوميها قال لي يعني عايز يوفق فقال لي صالحك على الرئيس مبارك قلت له أنا يعني يعني ما فيش مشكلة قال لي الهجوم بتهاجموا يا أخي قلت له أنا أنا بأجموش أنا بأنتقد بعض الأوضاع اللي موجودة فقال لي لا خلاص فأول مشوار هنعملو لازم نعملو سوى يعني أو شيء يعني أجمعكم أجمعكم على طول مسألة مش مستهلة ما كنتش عايز أكبر الموضوع وأقول له محاضرة في 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 مبارك أو في جمال مبارك فأثرت يعني أن أنا أختصر الحكاية أولت له على أي حال المسألة مش مستهلة ما فيش مشكلة كبيرة بالشكلة وفي الكتاب أيضا يعني أخذك مبارك في أحد في ركني كده يعني في وسألك أيضا إيه اللي بيعمله معاك صفوة شريف أنا أنا اصطدمت مع صفوة شريف بعد أول حلقة مباشرة بعد أول حلقة آه بعد أول حلقة اصطدمت وتوقفت حوالي شهرين وشوية فلسبب لا أدري طبعا كان مسألة مدبرة نحن جينا نعمل حلقة تانية فلقيت الستوديو متأجر لحفلة اللي كنا بنسجل فيه ستوديو يوسف السباعي اللي هو ستوديو الكلية الحربية آه فلقيت الستوديو تعبار عن مسرح فلقناهم مؤجرين المسرح لمدرسة عامل حفلة المدرسة ولا بتاعها في المعاد بتاع التسجيل بتاعي فاحتجيت على ذلك طبعا وطبعا كان موقفي محرج جدا لأنه ليه ضيوف جايين من بلدان أخرى كان يوميا عند عزم بشارة ضيف وموجود وحيطلع معايا الهوى فإحراج كبير يعني بالنسبة لي فطلبت منهم ضمان أنه البرنامج يطلع في موعده وعايز ضمان مكتوب أنه يطلع في موعده جاء أوامر صريحة إلى الجهات المختلفة اللي بتنسق هذا العمل فما طلعش هذا الضمان فتوقفت لغاية ما تضمنوني لأنه أنا حطلع كل أسبوع أو كل أسبوعين كان وقتها كل شهر كان في البداية البرنامج قعدنا حوالي ستة شهر أو أكتر يزع برة كل شهر وبعدين لما رضي عني شوية أو افتعد مرة كل أسبوعين لغاية ما بقى مرة كل أسبوع في ثالث سنة من سنوات الإرسال أحنا كنا نتكلم في إيه طيب فهنه الرئيس مبارك خدك في كان في احتفال عيد الإعلامين كان في ستة أكتوبر هنا مناسبة ذكرى قيام الإزاعة المصرية ده عيد الإعلامين كل سنة وكان بيحتفل بيه هنا احتفال في ستة أكتوبر بقى احتفال طويل عريض يعني لما عرف مبارك لأن حصل شكلة بيني وبين صفة شريف يعني منقشة حادة وكان في احتفال قوات المسلحة بعيد سينة وكان الحفل ده في مسرح الجلاء في مصر الجديدة والمشاكل ده كانت بسبب إيه؟ كان بسبب أنه أنت بتطلب مننا عشر تلاف جنيه في الحلقة قلت له انت صدقت كلام الجرائد يصفت بيه اللي بيقوله في بعض الجرائد أنا بطلب عشر تلاف جنيه ولا باخد عشر تلاف جنيه قال لا بتطلب عشر تلاف جنيه قلت له طيب مين اللي طلبت منه يعني؟ أهل رئيس الاتحادة اللي زعب التلفزيون قلت له نجيبه وحضر الحفلة نجيبه قدام الموجودين وكان واقف معنا زكريا عزمي وفاروق حسن فجه فاروق حسن بجه كان عبد الرحمنع حافظ وقتها ورئيس الاتحاد وطبعا عبد الرحمن رئيس الاتحاد بقى قدام الوزير يعني ما عرفش وانا موجود ما عرفش بقى يقول ايه بالزبط فاخد موقف وسط كده ما قالش فيه حاجة فقلت له يكفيني يكفيني اللي قاله عبد الرحمن الحافظ ده السلام عليكم ودي كانت الازمة وحتى لو طلبت عشر تلاف جنيه وقتها يعني اللي حصل انه ثبت للكل ان انا ما كنتش باخد عشر تلاف جنيه كنت باخد أربعة تلاف ومتين جنيه صحيح كان أعلى أجر بقى بياخدوا حد في التليفزيون بالمناسبة بس كان بعد الضرائب وبعد الضرائب كان تلاف ومتين جنيه في الحلقة يعني ماشي وكانت نسبة من الإعلانات بسيطة جدا اللي حصل ان احنا جينا هنا الاحتفال بتاع عيد الإعلامية 24 مايو طبعا مبارك كان حضر الحفلة بتاع القوات المسلحة في الجلائق وسمع أكيد يعني له عيون واللي حتروح تقوله ده بقى صبقة شريف وش عارف ايه وهو كان الحقيقة كان بيحب يتسلى بالوزر معا يعني حد يقوله بيحب يتسلى بيهم ويتسلى كلمة خليهم يتسلوا دي أصلاها مش جديدة يعني لما كان بيقول على البرلمان الشعبي يخليهم يتسلوا قبل البرلمان الشعبي اللي عملته موازن للبرلمان بعد تزوير انتخابات 2010 فهو كمان بيتسلى وتسليته الأولى كانت في مثل هذه المناسبات إنه يتسلى على صفة شريف وفاروق حسن كان بيظن دائما عن حق أو عن غير حق إنه بينهم تنافس ما يعني فبيدسل ده مرة دسة وبيقر مش عارف يقوله ده فاروق حسني قال عليك مش عارف ايه أو يروح الفاروق حسني ده خبطك مألة بنبارح كده ويستمتع بالذلك ويستمتع بالحكاة دي فما بيقول لي يوميها هو صفة شريف عمل فيك ايه فقررت إن أنا بقى ايه ما تخشش في دوامة الناس اللي حتسلوا عليهم قلت له دي مسألة وسيطة على سيادة الرئيس هو عاوز صبعا أنك أنت تقول له ده عايزة أقوله ده عاوزة عامل فيك كذا طيب يعني إذا إذا حبيت أسأل عن المهنية فأعتقد أنه أسأل حمدي أنديل مع حفظ الألقاء طب إذا حبيت أسأل كمان عن إعلام الموقف الذي يسيطر على الساحة الآن فيعني الذي ابتدع إعلام الموقف هو الأستاذ حمدي قنديل وهو الذي تعلمنا منه ذلك لكن لو حبيت أسأل على قناة الجزيرة والدور الذي تلعبه الآن هل هم يقولون نحن نلعب دورا مهنية هل تعتقد ذلك خصومهم يتهمونهم بأنهم جزء من مؤامرة تحاك ضد مصر وجزء من مؤسسة كبرى أو جزء من قوة كبرى بتعمل ضد البلد لا شك في ذلك وهم لا يقوموا بدور إعلامي على الإطلاق هم أداة في يد سياسات معينة هم جهاز مخابرات أولا وأخيرا جهاز استخبارات وسبت لنا في الأسابيع الأخيرة أنهم جهاز بيعمل لمصلحة دولة لا أكثر ولا أقل هذا أنا ما اعتبروش النهاردة بالرغم أنا أعترف بأنهم في ثورة 25 يناير ساندون ويمكن كانت قطر بدأت تلعب الدور عايزة تركب هذه الثورة اعتقادي ظني أنه قطر أرادت أن تركب الثورة المصرية فصدرت لها قناة الجزيرة وإحنا شاكرين ومتنين على أي حال الدور اللي قاموا بيومي وكثير مننا وأنا شخصيا اتكلمت في قناة الجزيرة أكثر من مرة في 18 يوم بتوع الثورة إنما سرعان ما انقلبوا لما رأوا مصلحتهم في اتجاه آخر وبالذات لما تولوا الإخوان هنا خلاص أحسوا أنهم هم القوة المنتصرة وقرروا وتلقوا التعليمات طبعا قطر ما بتصرفش كدولة مستقلة قطر بيعملوا لحساب أمريكا في المنطقة يعني أعتقد الأوامر الأولى والأخيرة بتصدر من الولايات المتحدة اللي لها أكبر قاعدة في المنطقة في أراضي دولة قطر بيعملوا لحسابهم وبيصدروا قناة الجزيرة في المقدمة اللي تلعب الدور اللي احنا شايفينه في الوقت الحالي يعني الدور الذي تلعبه في سوريا أو في مصر أو في ليبيا أو في تونس أو في غزة حتى هو دور ترسمه الولايات المتحدة لمصلحة الولايات المتحدة أولا وأخيرا وبأوامر من الولايات المتحدة أولا وأخيرا لا شك في ذلك وإن لم تكن الولايات المتحدة راضية عن هذا الدور لا أدبتهم يعني من أسابيع وشهور مضى قناة الجزيرة لو كانت قناة إعلامية مستقلة كنا شفنا منها أخبار قطر الأول كنا شفنا منها انتقاد لمن يسجنوا في قطر من الأدباء والشعراء كنا شفنا منها خبر فيها على المعاملة العبودية اللي بيلقاها العمال الأسيويين هناك وفي تقارير منظمات حقوقية كنا شفنا منها انتقاد لدولة عندها مقر المعهد الديمقراطي يعني بتتكلم باسم الديمقراطيين في المنطقة طول الوقت وبتتكلم عن حريات الديمقراطيات وهي لا تطبقها في بلدها كنا شفنا انتقاد من قناة الجزيرة لهذه التصرفات القنعية اللي بتقوم بيها حكومة قطر طيب لو سألنا كيف نواجهها يا سيد سيدنا شئنا أم أبينا لما بسافر في بعض الدول شاشة الجزيرة هي المتنفس وهي الوعاء الوحيد الذي يمكن أن يأخذ منه الناس ما يحدث في مصر يعني في النهاية هي التي تشكل وعي البعض خارج مصر أو تخدم مخططات البعض يعني خارج مصر هم خدعوا الجمهور العام في العالم كله وخدعوا بعضنا ويحنا من ضمن الناس اللي خدعوا أنا عن نفسي على الأقل بأتكلم من ضمن الناس اللي خدعنا بعض الوقت أنه دي قناة بتزعم أنها مستقلة والرأي والرأي الآخر إلى آخر ما يمكنش أن تقف أمامهم قناة إلا لو كانت قناة توحي على الأقل بأنها مستقلة إن لم تكن مستقلة حقيقة وهذا هو الأفضل أو إعلام دولة متزن قوي أنا أول ما رحت دبي أنا فاكر كان الكلام ده في سنة 2004 وأعدت في شقة فندقية بشوف القنوات اللي عندي في الشقة فلقيت ملقيتش فيها القناة الفضائية المصرية اللي كنت على الأقل عايزة تشوفها بأنها قناة بلدي يعني إذا ما كنتش معا جنبيا حتى مش موجودة على الخريطة يعني مش موجودة كلمت مدير الأوتيل أنا عايزة القناة الفضائية ليه القناة الفضائية مش موجودة قالني عمري بحد طلبها من يوم ما فتحنا الأوتيل لغاية النهاردة يا صحيح القناة الفضائية المصرية اللي كانت في مقدمة القنوات الإعلام المصري اللي كان بيتحدث عنه العالم كله الإعلام الرائد الريادة اللي كنا بنتكلم عنها طول الوقت إن عدمي ما كانش موجودة إنهارت في أيام حكم مبارك أو ما بلاش كلام عن الماضي نعمل في المستوى قناة محترمة بتتكلم باسم الدولة لا باسم الحكومة يعني بتتكلم باسم الشعب أيضاً أولاً وأخيراً قناة مستقلة قوية ده اللي ما قدرناش نعمله حتى الآن أنا مش عايز أرجع أتهم كمان وزارة الإعلام الحالية لأنه كل وزارات الإعلام في السابق ما عملتش أي جهد يعني وجينا لوزارة الإعلام الحالية قوم الوزيرة أول ما ترعنا به إنها تدهن المبنى من الخارج بمئة مليون جديد بدل من حسن المحتوى آه والمضمون إنما إحنا كده للأسف يعني أو بعضنا كده العناب المصر لا بالمخبر الشكل لا بالمضمون طيب يعني في كل الأحوال ده حيخليني أدخل في المحطة الأخيرة وهي المتعلقة أيضاً بما نعيشه الآن وبالمستقبل القضية الأولية قضية الإرهاب المسلح من خلال فهمك ومعيشتك لجماعة الإخوان في سنوات كثيرة متعددة وفي مراحل سياسية كثيرة ومتعددة تعتقد إنه الإرهاب المسلح سيتوقف ولا الجماعة ستزيد عمليات العنف والإرهاب المسلح على الأقل مع إعلان الفريق أو المشير عبد الفتاح السيسي ترشحه لانتخابات الرئيس تتوقع إن الإرهاب المسلح يزداد أم إنه الجماعة فقدت القدرة على توجيه مزيد من الضربات الإرهابية والله أنا كنت مؤخراً في مؤخراً ده يعني معناها من أسبوعين في زيارة الجزائر مدعو من جريدة الشروق الجزائرية وطبعاً كان خلال هذه الزيارة صحيح عدت 48 ساعة مش أكتر إنما فيه اجتماعات شبهة مكسفة سواء مع عدد من الإعلامين هناك أو مع أهل الفكر والإعلام والثقافة عموماً وطبعاً كان المحور النقاش عادةً إنه اللي إحنا شفناه في الجزائر خلال العشرية الدموية ما بين 150 ألف إلى 200 ألف شهيد ما بين الوضع في مصر أنا من غير ما أخوض في التفاصيل كتير يعني إنما أعتقد إنه الوضع في مصر مش هيكون في المدى القصير ينتهي هذا العنف هياخد بعض الوقت ما فيه شك ويمكن مش بس المسألة الانتخابات الرئاسية ويعدي لا طالما فيه عنف العنف هيستمر وطالما إنه الشعب أو السلطة تتغلب في النهاية روح الانتقام هتزداد فأنا أعتقد إنها هتستمر عدة سنوات يعني سنوات قليلة إنما عدة سنوات هو الوضع في الجزائر لذلك أنا النهاردة بقول إنه إنه في الجزائر برضو عايزين رئيس قوي من ناحية وفهمان الوضع كويس من ناحية أخرى في الجزائر خلقهم يريدون يعني فيه لسه خلاف حول ترشح الرئيس عبدالعز بوتفليقة فيه خلاف طبعا حول ترشح الرئيس بوتفليقة وخاصة عن حالة الصحية ماهاش على ما يران الغالبية صحيح من الشعب تريد بوتفليقة لأنه رجل حكيم واجتاز هذه عملت معاه حديث في كان من أهم الحوارات كنت عايز أنك فيه قبي ما تكمل وهل غضب لأنك لا ترتدي الكرافات وقالك إزاي تجيلي كده لازم تجيلي رسميا طبعا من منطلق المحبة لا أنا فاهم لا 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 ما كانش على هذا النحو هو يعني كان له وجهة نظر شوية مش متذكر الموضوع إنما شوية حدا فأنا بأبدي تعجبي من وجهة النظر هذه بيقول لي أخي زي ما أنت عجبك المنديل بتاعك اللي أنت حطه في حطه في الجاكتة أنا عجبني كذا أو مش عجبني كذا إنما الرجل كان أمامه موقف في البلد موقف صعب للغاية وكان فيه فقرة من حديثه بيقول أنا في مهمة بلغة الصعوبة للتوفيق بين الميني جيب والجلباب الأفغاني تعبير بديع يعني كيف توفق بين حرية هذا وتزمت ذاكة وتزمت ذاك وكان يعني بعد هذه العشرية السوداء واجبوا المصالحة يعني أنا لا أتكلم عن المصالحة في الوقت الحالي وإنما أعتقد أنه مثل هذه المصالحة لن تجيء إلا بعد أن يحتد تحتد الموقف يمكن أكثر مما هو محتد الآن أرجو اللي يحتد أكثر ما هو عليه لما ده راجل من قلائل السياسيين في العالم العربي اللي أجدت بهم وإعجاب بالغ لأنه مدرك جدا الموقف في بلده وفي العالم كله ده كان أول وزير خارجية وعمره 21 سنة أظن أنه كان وزير خارجية ولازال ده رقم القياس بغاية النهارة يعني شايف حتى تجربة عبدالعزيز بطفليقة في الجزائر يمكن أن نستفيد منها في مصر وشايف كمان أنه الرجل يكمل وأنا بتعجب أنه ما حصلش بيننا وبين الجزائر حتى الآن مداولات نقاش اتصال لكي يعني نبحث تجربتهم آه عندك حق هو صحيح زهب وزير الخارجية لكن هلجب بتكلم مش عن المستوى الرسمي وعلى المستوى الرسمي أيضا طبعا بس زيارة وزير الخارجية دي كانت على 24 ساعة مش أكتر من 24 ساعة ولم يلتقي فيها سوى بالرئيس طبعا وزير الخارجية يعني ما فيش وقت قابل قطاعات مختلفة منها نعايز المفكرين والسياسيين سويا اللي في السلطة اللي في خارج السلطة يدرسوا الموقف هناك وعموما يجب يكون فيه علاقات بشكل عام أوسق بينه وبين الجزائر حتى الآن أعتقد أنه بتقول الأغلبية يريدون الرئيس الجزائر عبلا أزبطه فيك تعتقد أنه سيترشح لانتخابات الرئاسة؟ أنا أعتقد أنه سيترشح ولو أني أنا شخصيا يعني لعلاقة إنسانية بينه وبينه لأعجاب ليس له حد بالرئيس الذي أحترمه حقيقة بين الرؤساء العرب أعتقد أيه صحيح طيب بمناسبة بقى وأنا أيضا بغتل هل يمكن إعادة إدماج الإخوان في الحياة السياسية بعد كل الدماء التي سالت بعد كل المخاططات التي أحيط؟ مش في الوقت الحالي ومش قبل أن يقدموا اعتذار للأمة اعتذار حقيقي للأمة ويثبت إخلاصهم في هذا الاعتذار أنا طبعا البيان اللي أصدروا مؤخرا بيسمى اعتذار أنا ما بسموهش كذلك يعني لما يكون البيان خلاصتوا إحنا كلنا غلطنا يعني ما يجا أعود أنا وأنت ونقول صفي اللي بيننا إحنا كلنا غلطنا لا ما ده مش هاتذار مش هاتذار ليس هاتذار وأخطاء عن أخطاء تختلف سفك الدماء ليس مثل الأخطاء السياسية طيب وأيضا الحديث كمان عن أنه لأنه ربما تكون خلال أيام البعض يتحدث أننا نريد حكومة قوية هل تعتقد أنه يجب تغيير الحكومة ولا شايف أن الحكومة حققت نجاحا في أكثر من موقف وأزمة؟ من غير ما الواحد يدخل في تفاصيل كتير الحكومة فقدت الثقة عند الرأي العام خلاص يعني الأيدي المرتعشة ولو أن يعني مش من هذا الرأي تماما وبحترم عدد من الشخصيات الموجودة في الحكومة يعني عيب قوي أن احنا نكسر فيما أدي في حكومة فيها ناس زي إبراهيم محلب وزي حسام عيسى وزي كمال أبو عيطة وغيرهم يعني والبيبلاوي نفسه ولو أني بختلف معه كتير في منهجه الاقتصادي اللي لا يتفق مع هداف الثورة إنما في عدد كبير من المخلصين أيضا على أي حال الحكومة نجحت ولا فشلت الأهم إنها فقدت ثقة الرأي العام أنا بطلبش بتغيرها بكرة وكل الشائعات اللي بتقول إنها هتضاير خلال الأيام دي أنا قلق جدا منها يعني ولا أعتقد إنها حقيقية وأعتقد إنه المستشار عدل موصور في النهاية سيبقي على هذه الحكومة حتى يعني تجيء رئاسة جديدة تختار اللي حيتفق مع سياستها لأن إحنا بقى مش لو شكلنا حكومة تانية النهاردة هتقعد قدية هتقعد ثلاثة أربعة شهر خلاص بقى استوينا من الحكومات المتعقدة اللي كل واحد منها فاكر أنا في فترة انتقالية يعني دين يومين وماشي فنبقاش حريص على إنه حتى يعمل حاجة تبقى للتاريخ يعني إذن في كل الأحوال إحنا بننتظر حكومة جديدة وبننتظر برنامج يعني يدلن على هذه الحكومة من أكثر الذين لهم الحق بالتحدث باسم الزعيم الراحي الجمال عبد الناصر لوفائك وإخلاصك لأفكاره ولمبادئه يعني أسألك هل صحيح ما يقوله الكثيرون ومنهم حتى أسرة الزعيم الراحي الجمال عبد الناصر ومنهم الأستاذ عبد الحكيم عبد الناصر إنهم يعني يرون في المشيرة عبد الفتاح السيسي إنه إعادة إنتاج لعبد الناصر من جديد هل تعتقد ذلك؟ أنا بعتقد إن لو كان جمال عبد الناصر موجود النهاردة ما كانش تتصرف في كل الأحوال بسياسات جمال عبد الناصر سنة 52 يعني فإذاً ما فيش نسخة من زعيم بعد خمسين سنة من زهابه يعني والشخصيات بتختلف الطبائع الإنسانية بتختلف المشير السيسي له شخص هو من وجهة نظر الناس المنقذ آه زي ما جمال عبد الناصر كان بالنسبة لعصره المنقذ آه ومشاريع عملها كثيرة وعديدة بسد عالي وده لسه لم يحدث مع حدث اللي حدث مع الفريق السيسي شيء مهم جداً وهو قصاء الإخوان عن الحكف في تلاتين تلاتة وإسقاط هذا المشروع ليس في مصر بل في المنطقة بدليل إنهم يشعرون بالخطر في تركيا وفي تونس إنما أمامه عدة سنوات لينفذ برنامجه أكيد هو قادم ببرنامج وبرنامج نرجو الله إن يكون برنامج حقيقي ليحقق أهداف الثورة في النهاية بعد هذه السنوات السنوات دي وما سيحققه هو اللي يثبت زعمته هو السيسي مش عبد الناصر التاني آه زعمته هو زعمته هو وطبيعته ومشروعه هو أستاذ حمدي قنديل بتوجه لحدك بالشكر يعني ساعدنا بك وأنا بقول للمشاهد يعني عشته مرتين بس أنا واصق إنك حينما تلتهم هذا الكتاب هتعيش خمس ست مرات لأنك هتعيش بالفعل مراحل سياسية مهمة بالإضافة إلى أنه الوقائع جمع فيها أستاذ حمدي قنديل بين الأدب والسياسة في الكتابة والحقيقة يا أستاذ بائل إنه مش عشت مرتين عشان أشعر أنا لأن عايزك في النهاية أرجو يعني أعايز المشاهد يعني أعايز اللي يقرأ كتاب في الآخر يكون عنده التصميم والتفاول أرجو الله أن دي تكون رسالتي الأخيرة وهي دي رحلتك ما أنا قلت يعني من مسموح لممنوع يعني حينما يسمح لك فتمنع رحلتك فيها مصاعب كثيرة ومتعددة بالإضافة إلى الأزمات السياسية التي تحدست عنها شكرا أستاذ شكرا لك أستاذ حمد أندي الأنف شكرا مشاهدين غدا حلقة جديدة إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله حلقة جديدة تصبحون على وطن اشتركوا في القناة